في شأن التربوي أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن رزنامة العطل الدراسية لموسمة دراسية 2018-2019 عبر تغريدة على حسابها في تويتر أين حددت العطلة الخريفية ابتداء من تاريخ 30 أكتوبر في حين حدد تاريخ العطلة الشتوية يوم 20 ديسمبر أما بالنسبة لعطلة الربيع فستكون في تاريخ 21 مارس 2019 وقد حددت وزيرة التربية الوطنية تاريخ الرابع جوليا كتاريخ العطلة الصيفية هذا وسيكون الدخول المدرسي للموسمة دراسية 2019-2020 يوم 4 سبتمبر 2019 بحول الله